السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على الشروط التوضي في إدارة السجون إذن هذه الشروط فهي مستقات من شروط المباريات الماضية بالنسبة لهذه الإدارة يمكن الولوج لها إما بإطار مراقب مربي إطار ضابط مربي إطار قائد مربي أو إطار مراقب عام للسجون وكل إطار عنده شروط وشواهد اللي خاصة به بالنسبة لدرجة مراقب مربي السلام 6 خاصة المترشيح تغفر على شهادات البكالوريا أو ديبلوم تأهيل المهاني المسلم من طرف مؤسسة تكوين المهاني أو إحدى الشهادات أو ديبلومات المحددة قائماته تطيب قليل المرسوم المشار إليه أعلى يعني إما الباك أو واحد شهادة من تكوين المهاني ديبلوم تأهيل المهاني المسلم من طرف تكوين المهاني درجة ضابط مربي السلام 8 هنا المترشيح تغفر على إما الدق يعني ديبلوم الدراسات الجامعية العامة أو ديبلوم تقني المسلم من إحدى مؤسسة تكوين المهاني أو إحدى الشهادات أو ديبلومات المحددة قائمتها في المرسوم أعلى درجة ضابط مربي ممتاز سلام 10 هنا المترشيح تغفر على ديبلوم التقني المتخصيص تكنيسيا سبيسياليزي المسلم من طرف التكوين المهاني أو إحدى الشهادات أو ديبلومات المحددة في الظاهر أو المرسوم أعلى يعني ضابط مربي كالتوفر خاصه إذا مترشيح يكون حاصل على ديبلوم التقني المتخصيص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهاني تبقى للمرسوم الرقم 266.325 بالنسبة لإطار قائد مربي سلام 10 بالنسبة للشواهد خاصه يتوفر على الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة أو الإجازة المهانية أو إحدى الشهادات أو الديبلومات المحددة قائمة تبقى للمرسوم مشار إليه يعني خاصه يكون متوفر على الإجازة درجة قائد مربي ممتاز سلام 11 هنا مترشيح خاصه يتوفر على ديبلوم الدراسات العلية المعمقة أو ديبلوم الدراسات العلية المتخصصة أو شهادات الماستر أو الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات أو الديبلومات المحددة قائمتها في المرسوم مشار إليه أعلى بالنسبة للشورة ومقتدريات أخرى فهذه المباراة تفتح المترشيحين اللي كتوفر أو الحاصلين على الشهادات المطلوبة لكل إطار البالغي من العمر 21 سنة يعني في تاريخ المباراة سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطار مراقب مربي وضابط مربي وفي وجه البالغي من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لأطول قائد مربي ويمكن تمديد هذا السن إلى بالنسبة للعسكريين اللي كانوا قدعوا خدمات مدنية عسكرية سابقة نعم وأيضاً كين التزام يعني كيلتازم كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة السجون لمدة لا تقل عن 8 سنوات من تاريخ التوظيف وفي حالة الإخلال بهذا العقد يعني ملزم المترشح بإعادة إلى الخزينة العامة مجموعة المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين إضافة إلى نسبة الثمو